اشتركوا في القناة في مؤتمر رياضي دولي المشاركة دي كانت نتاج كفاح طويل للمرأة المصرية بدأوا النادي الاهلي زي ما تكلمنا قبل كده النادي الاهلي اول نادي سمح للمرأة المصرية بدخول الاندية لمشاهدة المباريات واول نادي سمح للمرأة المصرية بممارسة الرياضة واول نادي حول عضوية المرأة الرياضية لعضوية منتسبة واول نادي ادى للمرأة المصرية العضوية العاملة وحق الانتخاب سنة 1947 قبل كل الاندية الاخرى بسنوات طويلة ريادة الاهلي للرياضة النسائية كان لها اثر عظيم على الرياضة المصرية بشكل حامل وعلى تغيير نظرة المجتمع للمرأة فظهرت رائدة الرياضة النسائية نفيسها الغمراوي اللي اسست اول فريق سيدات لكرة السلة بالاهلي سنة 1936 وضم على سبيل المثال فتحية سليمان وانعام سعيد وليلة الصرفي وفاطمة يحية وعائشة عثمان واعتماد الغمراوي وفتحية مذكور وعائشة مراد واختها احسان مراد اللي تزوجها الفريق اول عبد المحسن مرتد نفيس الغمراوي كمان كانت اول سيدة مصرية تعم مسافات طويلة سنة 1938 بعد ما قامت بالسباحة من دمياط لراس البر وغير تأسسها لفريق كرة السلة أسست اول فريق للكرة الطايرة سيدات بالأهلي ومارسة ألعاب القوة والهوكي كانت كاشكول في الرياضة وكانت تاني سيدة تقود طائرة في تاريخ مصر بعد لطفية النادي وبقت اول عميدة لمعهد التربية الرياضية للفتيات اللي تم انشاؤه سنة 1947 ريادة الأهلي للرياضة النسائية في مصر ما اقتصرتش على نفيسها الغمراء لكن كمان ظهرت أمينة محمود جوكر الرياضة النسائية اللي لعبت وفازت بكافة مسابقات العدو ومئة متر ومئةين متر وربعمئة متر وطمنمئة متر والف وخمسمئة متر وسباق مئة متر حواجز ومنافسات رمي الجلة ورمي الرمح والخماس الحديث ولعبة كرة اليد دوليا وكرة السلة والطايرة لكن الأهم من كل ده إن أمينة محمود هي أول سيدة مصرية وعربية تشارك في الدورات الأولمبية وكمان ظهرت ناس حقي اللي كانت بطلة سباحة المسافات الطويلة على مستوى المحترفات وفازت بسباء النيل وكابري نابولي وكانت أول سباحة مصرية تحصل على بطولة عالمية كبرى استحقت عليها إن الرئيس جمال عبد الناصر يمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى وظهر بعدها بقى شديا الراغب وسحر منصور وغيرهم وبالمناسبة إيه ناس حقي اعتزلت السباحة بعد جوازها من الفنان عادل خيري طبعا عارفين عادل خيري أخو بديع خيري أحد رواد المصرح المصري واللي كان بينظم الحفلات في النادي الأهلي في التلاتينيات طبعا كلنا عارفين الفنان عادل خيري هو أيضا أحد رواد المصرح وفاكرين طبعا بطولته المصرحية إلا خمسة مع الفنانة الكبيرة ماري مونيم لما كانت بتوقع تقوله أنت بتشتغل إيه يقولها سواء يا ستة هانم تغيب تجيب وتقوله أنت بتشتغل إيه يقولها سواء يا ستة هانم تغيب وتقوله أنت بتشتغل إيه بعد كده على مصرح الرحاني عادل خيري وإيه ناس حقي خلفوا تلات بنات عطية وعزة وعبلة وعبلة هي نفسها عبلة خيري بطلة السباحة الطويلة زمان واللي عبرت المنش تلات مرات ونتيجة لريادة الأهلي للرياضة النسائية اتشكل أول وفد نسائي مصري شارك في مؤتمر التربية البدنية الدولي نفيسة الغمراوي عميدة معهد التربية البدنية للفتاة وعائشة مراد وكيلة المعهد واللي اتنين من بنات النادي الأهلي واتطور الأمر سنة 1954 نفيسة الغمراوي رشحت نفسها في انتخابات اتحاد الهوكي عشان تكون أول امرأة تترشح في انتخابات للاتحادات الرياضية الانتخابات كانت في كل الاتحادات تقريبا وكانت نفيسة الغمراوي هي المرأة الوحيدة اللي رشحت نفسها في انتخابات الاتحادات المختلفة